السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اصدقائي طلاب تانية سنة وفي بداية درس جديد بعنوان الانحراف في المنشور السلسي افتح معك كتاب صفحة 88 ويلا بينا نبدأ حل اول سؤال السؤال رقم واحد بيقول اي الزواية الاتية هي زاوية رأس المنشور فين زاوية رأس المنشور هنا اه دي زاوية رأس المنشور طيب الزاوية الحد المحصورة بين امتدى دي شعاع الساقط والخارج دي كان اسمها ايه زاوية الانحراف يبقى هنا او كان بيسأل على زاوية رأس المنشور فهي الزاوية سي اما زاوية الانحراف هي الزاوية الحد المحصورة بين امتدى دي شعاع الساقط والخارج رقم اتنين الشكل الذي يعبر عن العلاقة بين زاوية الانكسار الاولى في المنشور وزاوية السقوط التانية ايه ده وفي علاقة بينها بينهم ايوة في علاقة. انت كان عندك علاقة بتقول ان زاوية رأس المنشور. زاوية رأس المنشور كان بتساوي مجموعة زاوتين الداخلتين اللي هي سيتا واحد زائد في اتنين. وعتستغرب لو ما سمعتش فيديو الشرحة او الشرحة بالنسبة لك بقى ايزا هتلاقي الشرح موجود تحت في صندوق الوصف. كده الوقت احنا انت قلت ان زاوية رأس المنشور دي ما بتتغيرش. يعني مجدرها سابت. يعني لو كانت مثلا تلتين هتفضل تلتين لنهاية المنشور مش هتتغير. وكما بتساوي مجموعة زاويتين الداخلتين دور. طيب لو انا زاوت دي. كان مسلا زاوية رأس المنشور كان بتلتين درجة. وكانت الزاوية دي بخمستاشر. والزاوية التانية بخمستاشر. فقلت لا انا هزاوت زاوية الانكسار الاولى دي زادت وبقت عشرين طيب عشان الناتج يبقى تلتين. الزاوية التانية دي اللي حصل لها قلت وبقت عشرة يعني ده كل ما يزيد ده يقل فالعلاقة دي اسمها علاقة تناقصية علاقة ايه تناقصية واحد يقول لي علاقة عكسية اقول لي كاسي دي علاقة عكسية العلاقة العكسية عندي منها نوعين في عكسية خطية وفي عكسية كسرية العكسية الخطية بتترسم بالشكل ده كده يعني دول المحورين فبتترسم بالشكل ده. اما العكسية الكسرية بتترسم بالشكل ده. طيب يعني ايه خطية ويعني ايه كسرية? فاكر مسلا لما كنت اقول لك انه سرعة الضوء كنت بتساوي الطول الموجي في التردد. فهنا لما كنت عايز اجيب العلاقة بين الطول الموجي والتردد. فكنت بتقول ان الطول الموجي هيساوي السرعة على التردد. والسرعة سابتة هيبقى العلاقة بين الطول الموجي والتردد علاقة عكسية لو والتردع الزاد في طول الموجي يقل. كلمة كاثرية يعني فيها بسط ومقام فبتترسم بالشكل ده. اما العلاقة هنا في المعادلة اللي كانت قدامك دي هل فيها كثورا فبسط ومقام ولا كلها معادلة واحدة بس كلها معادلة واحدة. موباها يبقى تترسم بالشكل ده. دي اسمها علاقة عكسية خطية. يبقى دلوقتي العلاقة بين زوية الانكسار الاولى و زوية السقوط التانية. علاقة عكسية خطية. بالتي بتترسم كده. انهي رسمة متعبر عنها باق ولا دال باق ودال عكسية وعكسية لكن دي عكسية كسرية وده عكسية خطية والعلاقة هنا الاي كاب بالساوي سيتا واحد زائد في اثنين مفيش فيها كسور يعني كلها علاقة خطية يبقى الاختير الرقم دال سوى الرقم ثلاثة اذا كانت الزاوية الحرجة لمادة منشور سلاسي متساوي الاضلاع مع الهواء تساوي خمسة واربعين وسقط الشعاع الضوئي عموديا على احد اوجهها فان الشعاع اللي هيحصله لو ده المنشور يا ترى الزاوية كام قالت لي متساوي الاضلاع بكل الزاوية بتاعته ستين وسقط الشعاع الضوئي عموديا سقط بالشكل ده كده هيكمل زي ما هو لحد ما يوصل عند السطح الفاصل ده يبا هنا زاوية سقوط كلمة سقطة عموديا دي كنت باستنتج منها ايه سقطة عموديا كنت باستنتج منها بما ان زاوية رأس المنشور كانت بتساوي زاوية الانكسار الاولى زاوية السقوط التانية طيب ما هو سقط عمودي يعني زاوية السقوط الاولى دي بصفر وزاوية الانكسار الاولى بصفر ده معنى كلمة سقطة عموديا يعني سيتا واحد هتسوي في واحد هتسوي زيرو ومنها يعناد راشيل السيتا واحد دي وحط مكانها زيرو إذن كلمة سقط عمودي يعني زاوية رأس المنشور هتسوي زاوية السقوط التانية خلاص كده أنا عرفت زاوية السقوط التانية هتسوي كده الزاوية دي كده هتسوي زاوية رأس المنشور دي ستين يبقى دي ستين زيها طيب هو الوقت ساقط بزاوية ستين والزاوية الحرجة كانت بخمسة واربعين يا ترى هيخرج ولا لا ده زاوية السقوط دلوقتي في الوسط الأكبر كسافة أكبر من الزاوية الحارية يبقى هيحصل له انعكاس كل بزاوية 60 درجة كده 60 يعني الزاوية دي بتلاتين يبقى الزاوية الداخلة المثلث دي كده بتسعين إيه ده؟ ده هيخرج عمودي سقط بزاوية 60 وانعكسها بزاوية 60 فجيت أجمع زاوية المثلث لجنبه دي لقيت ده 30 وده 60 يبقى ليسا ديه 90 يبقى عرفت انه ساقط عمودي على الوجه ده تعان شو بقى لاختارات المتاحة هل الشوعي ينكسر ويخرج من الوجه المقابل هل خرج؟ لا ما خرجش يحدث انعكاس كله على الوجه الثاني تمام كده؟ ثم يخرج عموديا من السطح الثالث هو ده تقريبا اللي حصل يبلغ تيار رقم ده عند تحلل الدوق الأبيض إلى ألوانه السبعة يكون أقلهم في الانحراف الانحراف يتناسب عكسيا مع الطول الموجه بأكبرهم طول الموجه أقلهم انحراف يبقى الضوء الأحمل سواء رقم خمسة سقط شعيع ضوئي عموديا على منشور ثلاثي معامل انكسر مدته واحد ونص هذا المنشور الثلاثي سقط عموديا عليه وكان زاويت رأسه بتساوي تلاتين درجة ساقط عمودي لحد ما وصل هنا هيحصل الانكسار وكان معامل انكسار عندي بيساوي واحد ونص وزاوية رأس المنشور ثلاثين فتكون زاوية انحراف الشعاية الضابة بسأل على زاوية الانحراف هي زاوية الانحراف دي كان لها قانون بيقول انها بتساوي زاوية السقوط زاوية الخروج نقل زاوية رأس المنشور وكلمة سقط عمودي دي كبتلخص كلمتين صغيرين كبتقول فيها ان زاوية السقط هتساوي زاوية الانكسار السقوط الاولى هتساوي صفر اذن package los وتبقى زاوية الانحراف هتساوي الزاوية الانكسار او زاوية الخروج عفوا اللي زاوية الانكسار التانية ناقص زاوية رأس المنشور طيب كدة الوقتي انا عندي زاوية رأس المنشور اللى هي الامة موجودة ب 30، لسه مين زاوية؟ الخروج من المنشور هو سقط هنا وهي انكسر مبتعدا عن العمود المقام، ده زاوية الخروج وانا مش عندي هنا معامل انكسار وعندي زاوية السكوت الانية دى كان بتساوي زاوية رأس المنشور 30 يبقى اقدر احسبها من دلالة معامل انكسار لان كان بيساوي جيب الزاوية في الهواء اللي هي زاوية الخروج اللي انت بتسأع عليها على جيب الزاوية في الوسط اللي هي صين 30 المفروض هتساوي 1.5 اذا صين سيتا هتساوي 1.5 في صين 30 1.5 مضروب في صين 30 ادخل على الآلة صين 1.5 مضروبة في صين تلاتين. تطلع معك الزاوية تمانية واربعين وستة امون عشرة دي زاوية الخروج. طيب لو عايزها بالدرجات والدقيقة هنا. تمانية واربعين درجة. خمسة وتلاتين دقيقة وخمسة وعشرين ثانية. تمانية واربعين. درجة. وخمسة وتلاتين دقيقة. وخمسة وعشرين ثانية. دي زاوية الخروج التانية. اذا زاوية الانحراف. زاوية الانحراف كب الساوي. زاوية الخروج نقص زاوية رأس المنشور. يعني انصر اللي طلع معك دي ناقص زاوية رأس المنشور اللي هي بتلاتين. تطلع الزاوية بالدرجات والدقيقة تمنتاشر درجة خمسة وتلاتين دقيقة خمسة وعشرين ثانية. يعني تقريبا تمنتاشر درجة ستة وتلاتين دقيقة لاختيار رقم الف. نشوف السؤال اللي بعد. السؤال الرقم ستة سقط شوعة ضوئي بزاوية خمسة وخمسين على احد اوجه منشور متساوي الاضلع. ده المنشور متساوي الاضلع كلمة متساوي الاضلع يعني كل زاوية بتساوي ستين درجة. ستين ستين ستين. وزاوية السقوط على المنشور كان بتساوي خمسة وخمسين. وخرج يعني انكسر داخل المنشور ثم خرج من المنشور بزاوية ستة واربعين درجة. ده خرج فتكون زاوية انحراف المنشور. زاوية الانحراف الفة كبس ساوي زاوية السقوط زاوية الخروج ناقص زاوية رأس المنشور. طيب ما انا عندي زاوية السقوط خمسة وخمسين. زاوية الخروج ستة واربعين. ناقص زاوية رأس المنشور اللي هي ستين جمع الالة. خمسة وخمسين. زاوية ستة واربعين. ناقص ستين. طلعه بالساوي واحد واربعين درجة. صار رقم سبعة. سقط شعاع ضوئين. بزاوية ستين على احد اوجه منشور سلاسي زاوية رأسه خمسة واربعين. وخرج عموديا من الوجه الاخر. فيكون زاوية الانحراف ومعامل انكسار مادة المنشور هتساوي كنا. خد بالك من كلمة ايه؟ خرج عموديا على الوجه الاخر. كلمة خرج عموديا يعني زاوية السقوط التانية بتساوي زاوية الخروج اللي اتنين مع بعض كده بيساوي صفر. يعني المنشور بالشكل ده كان اده المنشور. ساقط شعاع ضوئي بزاوية ستين. اده زاوية السقوط بستين. على احد اوجه منشور. زاوية رأسه خمسة واربعين درجة. وخرج عموديا من الوجه الاخر. خرج عموديا على الوجه ده. كلمة خرج عمودي يعني زاوية رأس المنشور هتساوي زاوية الانكسار دي هتساوي خمسة واربعين درجة. احسب زاوية الانحراف. زاوية الانحراف كان بتساوي زاوية السقوط زايد. زاوية الخروج ناقص زاوية رأس المنشور. طيب زاوية السقوط هنا بكام بستين? زايد. زاوية الخروج هنا بكام? ده بصفر. ناقص زاوية رأس المنشور بخمسة واربعين. يبقى ستين زايد صفر ستين ناقص خمسة واربعين هتساوي خمستاشر درجة. اما معامل الانكسار. معامل انكسار هنحسبه عند السطح ده ولا السطح ده? لا نحسب هنشتغل عند السطح ده لان هو ده اللي حدث عنده انكسار. معامل الانكسار كان بيساوي جيب الزاوية في الهوى. الى جيب الزاوية في الوسط. من اللي موجود في الهوى دلوقتي? على صين الزاوية في الوسط اللي هي صين خمسة واربعين. يبقى هنا صين ستين. على صين خمسة واربعين. هتساوي 1-2 من 100 او جذر 6 على الاتنين بداهر في الاختئارات لقيت ان انا عندي زاوت الانحراف هنا 15 درجة وهنا 15 درجة الاتنين هي مشو صح لكن تعان نشوف مين اللي هيتطفق في معامل الانكسار لقيت معامل الانكسار 1 ونص والتاني جذر 3 على الاتنين طيب لو اتكت اس دي على الالة طلعت 1-2 من 100 يعني مش 1 ونص طيب مين جذر 3 على الاتنين دي تيجي نكتب جذر 3 على الاتنين ونشوفها هتساوي كم جذر 3 على الاتنين طلع هو هو جذر 6 على الاتنين اللي كان طلع معانا متشفايا بقى اللي اختيار رقم بقى نشوف السؤال رقم تمالية منشور سلاسي A B C زاوية رأسه 30 درجة بحيث كان الوجه A C عاكس مرآة كلمة مفضة دي عن مطل فضة فبقى سطح عاكس سقط شعاع ضوي بزاوية 45 على الوجه A B فانكسر وسقط على الوجه A C اللي هو وجه مين؟ عاكس ثم ارتد على نفسه يبقى كان سقط هنا ماله عمودي يعني الزاوية دي 30 والزاوية دي 90 يبقى الزاوية دي بكام بستين يبقى هنا زاوية الانكسار دلوقت بكام مش ده المفروض عمود مقام ودي زاوية ستين يبقى هنا زاوية الانكسار بتلاتين فيكون معامل انكسار مادة المنشور فمجرد انك حسابت الزاوية دي الان كان بيساوي جيب الزاوية في الهوى اللي هي موجودة برا دي ب45 على صاين 30 صاين 45 على صاين 30 تطلع بجزر اتنين لاختيار رقم ألف سعر رقم تسعة زاوية رأس المنشور هتساوي ايه اللي انا حفظته في فيديو الشرح ان زاوية رأس المنشور بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين من هما الزاويتين الداخلتين زاوية الانكسار الاولى وزاوية السقوط التانية اللي هو الاختيار رقم جيم اللي هو الايه تساوي زاوية الانكسار الاولى اللي هي ستة واحد زاوية السقوط التانية اللي هي فاي اتنين سعر رقم عشرة سقط شعاع ضوءي على منشور ثلاثي زاوية رأسه 75 فانكسر الشعاع وسقط على الوجه المقابل بزاوية تساوي الزاوية الحرجة يعني معنى كده انه طالما تساوي الزاوية الحرجة يبقى يخرج ما مس فاذا كان معامل انكسار مادة المنشور بجزر اثنين فتكون زاوية سقوط الشعاع على الوجه الاول بكامل نشوف المنشور ده المنشور الثلاثي زاوية رأسه 75 وسقط على الوجه المقابل سقط شعاع ضوءي على منشور ثلاثي او سقط بالشكل ده كده وده العمود المقام ثم انكسر داخل المنشور وخرج مماثا للوجه المقابل خرج بالشكل ده كده اقدر استنتج من هنا ان زاوية السقوط التانية دي هي الزاوية الحرجة وكان عندي معامل انكسار بجزر اثنين فتكون زاوية سقوط الشعاع على الوجه الاول عايز زاوية السقوط دي يا ترى زاوية السقوط دي بكامل عشان احسب زاوية السقوط وعندي معامل الانكسار بيساوي جزر اثنين يبقى محتاج زاوية الانكسار وزاوية الانكسار دي اللي هي سيتا واحد اجيبها منين مش كان عندي زاوية رأس المنشور بتساوي مجموعة زاويتين الداخلتين تمام اول حد يعني عندي 75 بتساوي سيتا واحد زاقد فاي سي طيب لسيتا واحد موجودة دي اللي انا عايز احسبها والفاي سي مش موجودة بس اذا راحس بالفاي سي اللي هي الزاوية الحرجة كان عندي قانون بيقول ان سين الزاوية الحرجة بيساوي واحد على ان يعني سين فاي سي هيساوي واحد على جزر اثنين ادخل على الآلة اكتب شفت سين واحد على معامل الانكسار اللي موجود عندك اللي هو جزر اتنين تطلع الزاوية ب 53 درجة اذا عندي اول زاوية اللي هي الزاوية دي 45 يبقى الزاوية اللي بقىc دي بكم مش 75 مفروض 50 زائد الزاوية دي يبقى المفروض الزاوية دي ب30 عشان مجموعهم على بعض يدي 75 كده انا حسبت زاوية الانكسار الاولى وعندي معامل الانكسار اعرف تحسب زاوية السقوط كان عندي الان بتساوي جيب الزاوية في الهوى ليه صين فاي على صين الزاوية في الوسط اللي هي صين تلاتين المفروض تساوي جزر اتنين اذا صين فاي هيساوي جزر اتنين في صين تلاتين صين فاي واحد هيساوي جزر اتنين مضروبة في صين تلاتين دخل على الالة صين جزر اتنين مضروبة في صين تلاتين تطلع معاك الزاوية زاوية السقوط بخمسة واربعين يبقى الفاي واحد بتساوي خمسة واربعين ضربة يبقى هنا زاوية السقوط على الوجه الاول هتساوي خمسة واربعين ضربة نشوف السؤال اللي بعده سؤال رقم 11 منشور سلاسي زاوية رأسه ايه وكان احد الوجهه مفضد يعني ايه هو وجه عاكس مطلب فضة كما بالشكل فارتد الشعاع على نفس مساره سقط شعاع بزاوية سقوط بتساوي اتنين ايه يعني قد زاوية رأس المنشور من روتين فارتد على نفسه يعني زاوية السقوط هنا بتسعين ولو كانت دي ايه يبقى هنا اللي باقي المتممة لها يعني لو ده تسعين يبقى دي تسعين ناقص الايه تمام كده عشان مجموعة زاوية المسلس 180 فلو دي تسعين يبقى مجموعة الزاوية دي والزاوية دي مع بعض تسعين فلو دي كانت ايه يبقى دي تسعين ناقص ايه طيب ما هنا في عمود مقاب يعني الزاوية دي هي كمان بتسعين طيب عشان احسبها لو دي تسعين ناقص ايه يمشل انك بتسعين جيب الزاوية في الهوى اللي هي صاين اتنين ايه على صاين ايه اذا مما ان ان هتسعين اتنين ايه على صاين ايه يعني الناتج هيكون اتنين في كوزاين ايه السقوط رقم 12 سقط شعاع ضوئي عموديا على احد اوجه منشور ثلاثي من الزجاج فخرج ممثا للوجه الاخر خرج ممثا يعني زاوية السقوط التانية هتساوي الزاوية الحرجة وكلمة منشور سلاس سقط شعاع ضوئي عموديا كلمة سقط عموديا يعني زاوية السقوط الاولى هتساوي زاوية الانكسار الاولى هتساوي صفر فاذا كانت زاوية رقص المنشور 45 فيكون معامل انكسار مادة المنشور وسرعة الضجاج هتساوي كان ده تفسير المسألة منشور سلاسي زاوية رأس خمسة اربعين يسقط شوعة ضوئية عموديا فهي عيني كده يعد منه دون انكسار ثم يسقط على الوجه الاخر ويخرج ممسا كلمة يخرج ممسا يعني زاوية السقوط التانية هي الزاوية الحارجة طيب مو كلمة سقط عمودي كان عندي زاوية رأس المنشور لم يقول لي سقط عموديا بعد المكان زاوية الرأس المنشور يساوي زاوية الانكسار الاولى زاوية السقوط التانية زاوية السقوط التانية زاوية الانكسار الاولى بصفر إذن زاوية رأس المنشور هتساوي زاوية السقوط الثانية هتساوي الزاوية الحرجة إذن الزاوية الحرجة هتساوي 45 درجة بعد ما حسبت الزاوية الحرجة اللي طلعت ب45 كان طالب معامل انكسار معامل انكسار الان كان بيساوي 1 على صين الزاوية الحرجة اللي هي صين 45 وهنا 1 على صين خمسة واربعين تخرج معك بجزر اتنين هذا كده معامل الانكسار بعد ما حسبته معامل الانكسار كان طالب السرعة داخل المنشور هي سرعة الضوء برا هنا كان بكام مش دي كان سرعة الضوء في الهواء اللي هي بتساوي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية وكان عندي معامل الانكسار كان بيساوي سرعة الضوء في الهواء الى سرعة الضوء في الوسط عندي معامل الانكسار طلع بجزر اتنين وعند سرعة الضوء في الهواء ومحتاج سرعة الضوء في الوسط اللي هي الفي يبقى الفي هيساوي طلع الفي مكان الان ونزل الان مكانها يبقى الفي بتساوي السي على ان اللي هي تلاتة في عشر قصة تمانية على جزر اتنين هطلع بالساوي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة ارقام لو حابين نلم الدنيا شوية ممكن نخليها اتنين ونضربها في عشرة قصة تمانية ليه عشرة قصة تمانية عشان نحرك العلامة من هنا تمن ارقام شايف العلامة فين عايزة حركة تمن ارقام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تبقى العلامة هنا بعد الاتنين كل اللي بعد العلامة ما يديش ده واحد واتنين وكلام من ده اكبر كلهم اقل من الخمسة يعني يبقى هنا السرعة هتساوي اتنين في عشرة اس تمانية متر لكل سنة دي سرعة الضوء داخل الوسط يبقى انا كده حسابة معامل الانكسار بجزر اتنين وسرعة الضوء في الوسط باتنين في عشرة اس تمانية نشوف الاختيار المناسب شايف الاختيار رقم دال معامل الانكسار طلع بجزر اتنين والسرعة طلع باتنين في عشرة اس تمانية يبقى الاختيار رقم دال سرعة رقم تلاتة عشر الشكل يوضح تحل الأطلق الساقط إلى عدة ألوان من المحتمل أن تكون الألوان هي قلنا أن زوية الانحراف تتنسب عكسيا مع الطول الموجي يعني اللي عنده طول الموجي أكبر عنده أقل زوية الانحراف أنا شايف أن ده عنده أكبر انحراف يليه رقم اثنين وأقلهم انحراف ورقم واحد أقلهم انحراف ده بنقول عليه أكبرهم طول موجي تعالوا نشوف كده رقم واحد ده عايزين أكبر طول موجي طيب ممكن تكون أحمر أزرق أصفر طيب الأحمر أكبر طول موجي لكن هل الأزرق اللي هو رقم اثنين أكبر من الأصفر لا ده الأصفر هو الأكبر منه يبقى ده مرفوض أنا عايزهم ترتيب تنازلي طيب برتقالي آه لون طول موجي كبير اللي بيليه أخدر وأخيرا بنفسي جي الترتيب ده صحيح اه لو رتبتهم كده برتقالي أصفر أخدر أزرق نيلي بنفسي جي يعني كلهم كده جيين من الكبير للصغير يبقى الترتيب ده قد يكون صحيح يبقى الاختيار الرقم بقى الصغير رقم 14 ساكت شواء ضوءي عموديا على منشور ثلاثي قائم الزاوية متساوي الصاقين كلمة قائم الزاوية متساوي الصاقين يعني لو جدي التسعين يبقى كل زاوية منهم خمسة واربعين فنعكس كليا كما بالشكل فإذا كانت ثيتا زاوية السقوط دي بخمسة واربعين فيكون معامل انكسار الزجاج هنا حصل له انعكس كليا يعني الزاوية دي أكبر من الزاوية الحرجة زاوية السقوط هنا أكبر من الزاوية الحرجة فلو افترضنا لو افترضنا إن هي كانت الزاوية الحرجة بثيتا كان يبقى معامل الانكسار بكام؟ كان يبقى معامل الانكسار لو فرضنا لو فرضنا إن الفاي سي بتساوي السيتا كنا هنقول هنا إن معامل الانكسار اللي هو الان كان بيساوي واحد على صين في سي يعني هيبقى واحد على صين خمسة واربعين يعني كان هيطلع بجزر اتنين أو واحد واحد واربعين من مية يعني لو كانت الزاوية بخمسة واربعين فكان هيبقى معامل الانكسار بواحد واحد واربعين من مية بس للأسف الزاوية الحرجة طلعت أقل من السيتا العلاقة بين الان والزاوية الحرجة كانت علاقة نوعها إيه؟ علاقة عكسية كانت الان بيساوي واحد على سين في سي يعني كانت علاقة عكسية لما الزاوية تقل معامل الانكسار إيه اللي يحصل له يزيد يبقى هنا الزاوية قلت عن الزاوية اللي احنا كنا شغلين عنها يبقى معامل الانكسار هيزيد عن 1 و 41 مية إذا المعامل الانكسار لمادة المنشور أكبر من 1 و 41 لو مش فاهم الجزئية دي ذاكر كويس حلقة الزاوية الحرجة والإنعكاس الكلي هتلاقي عندك كنت بقول فيها إن الان كان بيساوي واحد على سين في سي يعني العلاقة بين الان والفي سي علاقة عكسية كل ما الزاوية الحرجة تقل معامل الانكسار هيزيد أو كل ما زاد معامل الانكسار تقل الزاوية الحرجة كل ما زاد معامل الانكسار تقل الزاوية الحرجة تقام كده؟ طيب هنا الزاوية الحرجة قالها تبقى اكيد معامل الانكسار أكبر من الرقم اللي كان موجود قدامك ده يبلغتي الرقم جيد رقم 15 سقط وشعاع ضوئي على منشور بزاوية i وخرج عموديا على الوجه الآخر فإذا كانت زاوية رأس المنشور تلاتين ومعامل انكسار مادته n فتكون جيب زاوية السقوط بالساوى كان يعاكنا نشوف المنشور جيب زاوية السقوط اللي هي صين الزاوية دي نحزبها منين مشان عندي معامل انكسار طيب عشان نحن نحن نشتغل بدلالة معامل انكسار لازم يكون عندي زاوية الانكسار او زاوية السقوط احد الوسطين احد الزاويتين فالزاوية دي بكام هو خرج عمودي يبقى زاوية رأس المنشور بتساوي زاوية الانكسار بتساوي 30 إذن ال-n هتساوي جيب الزاوية في الهواء اللي هي صين i على جيب الزاوية في الوسط اللي هي صين 30 إذن جيب زاوية السقوط اللي قدامك دي هتسوي ان في صين تلاتين. ان صين تلاتين دي بكام? بنص. ان في نص معناها ان على اتنين. الاختيار رقم دال. سواء رقم ستاشر. سقط شعاع ضوئي بزاوية خمستاشر على منشور سلاسة زاوية رأسه ستين. فانحرف بزاوية مقدارها خمسة وخمسين. يعني ايه كلمة انحرفة? يعني زاوية للحرف بتاعته خمسة وخمسين. فتكون زاوية خروج الشعاع. اذا المعطيات اللي معك. زاوية السقوط الاولى بتساوي خمستاشر. وزاوية رأس المنشور بتساوي ستين. وزاوية الانحرف بتساوي خمسة وخمسين درجة. فتكون زاوية الخروج اللي هي ستة اتنين. وانا مش كان عندي قانون بيقول ان زاوية الانحرف بتساوي زاوية السقوط الاولى. زاوية الخروج. زاوية رأس المنشور. طيب. زاوية الانحرف موجودة. بخمسة وخمسين. وبيسأل على وعندي زاوية السقوط الاولى كمان موجودة. وبيسأل على زاوية الخروج دي المجهول بالنسبة لي. وعندي زاوية رأس المنشور. يبقى عايز المجهول ده في طرف لوحده. عشان المجهول ده يبقى في طرف لوحد. تعا نخلص كده المعادلة. الالفة خمسة وخمسين. هتساوي. زاوية السقوط بخمستاشر. زايد. سيتة اتنين مقس ستين. تعاكد نجمع الدرجات دي مع بعضها كده خمستاشر وهنا ستين يعني سالف خمسة واربعين. عد السالف خمسة واربعين نحية التانية. تعدي بالموجب. يعني هنا خمسة وخمسين. زايد خمسة واربعين. هي سيتة اتنين. خمسة وخمسين وخمسة واربعين بمية. اذا سيتة اتنين. اللي هي زاوية الخروج هتساوي مية درجة. الاختيار رقم. الف. تشوف السؤال اللي بعد رقم سبعة عشر. الشكل واحد يوضح المسار الذي يتخذه شعاع ضوئي على منشور سلسي. سقط عموديا وخرج ممسا. يعني نقدر اقول ان الزاوية الحرجة هنا هي هي زاوية رقم المنشور بتساوي تلاتة وخمسين درجة. في اي من المسارات الموضحة بالنقط يوضح نفس الشعاع عند سقوطه على المنشور في الشكل اتنين. شايف هنا الوقتي سقط عمودي. طيب سقط عمودي. يا ترى اي مصار من دول هيكون صحيح. مصار التاني ولا الاول ولا التالت ولا الرابع ولا الخامس. طيب هو سقط هنا بزاوية كام. عشان نفهم المنشور ده صح. فين زاوية رقم المنشور بالنسبة لك. دي زاوية رقم المنشور. هو ايه الفرق بين هنا وهنا. زاوية رقم المنشور هي الزاوية التي تعالو الشعاع السقط. طيب فين هنا زاوية رقم المنشور هي الزاوية التي يتيع للشعاع السكوت اللي هي 37 لكن زاوية رأس المنشور هنا كانت ب53 طيب يعني هنا الزاوية دي لما يسقط عمودي كده يبقى زاوية السكوت في الحالة دي هتسوي زاوية رأس المنشور اللي هي 37 كده الوقت هو سكت بزاوية أكبر أقل من الزاوية الحارجة يبقى هيخرج مبتعدا عن العموض المقام شايف العموض المقام فين يخرج مبتعدا يعني ليس يخرج ممسا هيخرج ولكن مبتعد عن عمود المقام شايفيا المصار رقم 2 يبقى هي دي الإجابة الصحة أما لو كانت زاوية السقوط بتساوي الزاوية الحرجة اللي هي 53 كاناي اللي هي حصلله كان هيخرج ممس ولو زاوية السقوط كانت أكبر من زاوية الحرجة كانها يعاكس كليا داخل المنشور لكن الحمد لله الزاوية هنا أقل من زاوية الحرجة هيخرج مبتعدا عن العمود المقام بشكل رقم 2 اصار رقم 18 سقط شعاع ضوئي على منشور سلاسي كما بالشكل وكانت سرعة الضوء خلال المنشور 8 من 10 سرعته في الهواء وخرج الشعاع ممثا للسطح الفاصل فتكون قيمة الزاوية سيتا هي مش السيتا دي الوقتي زاوية حرجة لان شعاع خرج ممثا يعني بالاخر بقول احسب الزاوية الحرجة للمنشور والزاوية الحرجة دي كان لها قانون بدلالة معامل انكسار ان صين الزاوية الحرجة كان بيساوي واحد على ان طيام كده طيب انا عايز احسب لوقت الزاوية الحرجة بدلالة معامل انكسار ما عنديش معامل انكسار لكن عندي سرعات عندي سرعة الضوء في الوسط وسرعته في الهواء وكان الان دي كان بيساوي سرعة الضوء في الهواء إلى سرعته في الوسط اللي هي V ده بسرعة الضوء في الهواء دلوقتي C أما سرعته في الوسط بتسوي 8 من 10 C السي تروح مع السي وتبقى عندك 1 على 8 من 10 ده معامل الانكسار 1 على 8 من 10 يعني معامل الانكسار 1 25 من مية إذن الان بتسوي 1 25 من مية عايز بقى أحسب السين في سي إذن سين في سي هيساوي 1 على N اللي هي 1 25 من مية ادخل على الآلة شفت شرط الكسر 1 على 1 25 من مية تطلع الزاوية الحارجة 53 درجة 1 من 10 اللي هو الاختيار رقم ألف 19 تعتمد زاوية رأس المنشور على إيه زاوية رأس المنشور دي كانت ثابت لا تعتمد على أي متغير يبقى لا تعتمد على زاوية سقوط ولا تعتمد على زاوية انكسار ولا زاوية انعكاس يبقى لا توجد إجابة صحيح صار رقم 20 عندما يسقط شعاع عموديا على أحد أوجه منشور كلمة يسقط عموديا يعني زاوية السقوط هتساوي زاوية الانكسار الأولى زاوية السقوط الأولى هتساوي زاوية الانكسار الأولى هتساوي صفر يبقى هنا زاوية السقوط وزاوية الانكسار الأولى ألف وجيم لاتنين مع بعض هيتساوي صفر لاختيار رقم دا صار رقم 21 الشكل المقابل يوضح سقوط شعاع ضوئي على منشور متساوي الأضلع كلمة متساوي الأضلع يعني كل زاوية هتساوي 60 درجة يعني زاوية رأس المنشور هنا هتساوي 60 وساقط عموديا يعني زاوية الانكسار الأولى بصفر أما زاوية السقوط التانية اللي هي على السطح الفاصل هتساوي زاوية رأس المنشور هتساوي 60 علما بأن معامل انكسار واحد ونص كلمة معامل انكسار واحد ونص لو حسبت الزاوية الحرجة هتطلع معاك بالساوي 42 درجة زاوية السقوط في الوسط الأكبر كثافة اللي هو المنشور بستين أكبر من الزاوية الحرجة ينفع يعدي الهوى لا مش هيعدي هينعكس بزاوية ستين درجة كده الوقتي هو أنعكس عن الوجه التاني وساقط على الوجه التالت دي زاوية ستين لو كملت المسلس ده عشان أشوف الزاوية دي كام هتلاقي دي تلاتين تمام كده ودي كانت ستين يبقى الزاوية دي كام بتسعين يعني ساقط عمودي يبقى زاوية خروجه هنا بكام ده خارج عمودي يبقى زاوية الخروج هنا بتساوي زيره سؤال رقم اتنين وعشرين الشكل المقابلي ومسل علاقة بين جيب زاوية السقوط وجيب زاوية الانكسار في مدشور الزجاج في إن معامل انكسار مادته معامل انكسار كان بيساوي جيب زاوية السقوط في الهواء إلى جيب زاوية الانكسار يعني هيساوي جزر تلاتة على اتنين على نص هيطلع معاك بيساوي جزر تلاتة. جزر تلاتة. على الاتنين كل دول على نص. يا سيمة على الالة هتليه الاتنين وراحت مع النص وتبقى عندك جزر تلاتة. كنت اتمنى اخلص معاك كل حل التدريبات النهاردة. مسل اسف الجزء اللي انا شرحته. او حلقة الشرح اللي موجودة عندك في صندوق الوصف. مجرد شرحت ازاي بينحرف الضوء في المنشور السلاسي. فما شرحتش فيه النهاية الصغرى الانحراف لانها تكون في حلقة الوحدة ان شاء الله. فهنكمل حلقة الجاية. من اول الصغر رقم تلاتة وعشرين بعد ما ينزل شرح النهاية الصغرى للانحراف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.